موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم قتل ثلاثة جنود وجرح آخرون في اشتباكات مع مسلحين قبليين في منطقة الخشعة بمحافظة حضر موت وقال مصدر عسكري إن الجنود تعرضوا لكمين أعد له مسلحون قبليون اندلعت على إثره اشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين يتبعون اللواء سبعة وثلاثين مدرع المتمركزة في منطقة الخشعة بحضر موت قالت مصادر عسكرية لقناة يمن شباب إن مدفعية الجيش الوطني في الجبهة الجنوبية دمرت مغرب الخميس عربة اتصالات حوثية كانت متمركزة بالقرب من معسكر أمريش وأضافت المصادر أن العرباء كانت مزودة بأجهزة تشويش وتنصط حديثة حصلت عليها الميليشيا من إيران في إطار الدعم التقني الإيراني المقدم للحوثيين منذ بداية الحرب ندد ثوار ساحة الحرية في مدينة تاعز بالقصف الحوثي الهستري الذي استهدف الأحياء السكنية منذ فجر الجمعة وشنت الميليشيا قصفا مدفعيا مكثفا على الأحياء الآهلة بالسكان في الجهة الشرقية من المدينة بعشرات القذائف المدفعية في حين لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا في تاعز أيضا شيعت ساحة الحرية ظهر اليوم أحد مقاتلي الجيش الوطني إلى مقبرة الشهداء بعد استشهاده أثناء أداء الواجب الوطني واستشهد إسماعيل أحمد الحبي لأمس الخميس خلال مواجهات لقوات الجيش مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الأحطوب في جبل حبشي غربي المحافظة وتشهد جبهات الريف الغربي لتاعز تجددا في المواجهات إثر محاولات للميليشيا الحوثية للسيطرة من جديد على مواقع حررها الجيش خلال معارك الأسابيع الأخيرة أعلن مركز حقوقي عن توثيقه ورصده أكثر من ألف وخمسمائة وأربعين انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي ألفين وواحد وعشرين وقال مركز رصد للحقوق والتنمية بالمحافظة في تقرير حديث إن العام المنصرم شهد ارتفاعا في حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وترافق معظمها مع اشتداد العمليات العسكرية في مدريات الزاهر والصومع وناطع ونعمان دمتم وادام اليمن بألف خير إلى اللقاء